نبدأ وإياكم الآن جولة خبرية على السريع بطبع الحال في أبرز محطات هذا الموقع الإخباري موقعنا الإخباري mediannews.com الموقع الإخباري بطبع الحال على صفحاته الأولى ستجدون طائفة من الأخبار قدم لها زميننا إبراهيم الغربي منذ قليل وستكون على نشرة الظهيرة مفصلة في التقطيع المباشرة تجدون الخبر هبوط طائرة في مطار سيدني بعد إطلاقها نداء استغاثة والخبر الموالي المكسيك تحضر التدخيم بالأماكن العامة تنفيذة لأحد أكثر القوانين سرامة في العالم هذا في الشأن العالمي في الأخبار المغاربية أيضا يتصدر الخبر عمنيستي تدعو إلى الإفراج عن صحفي جزائري وكبير يقول ما حدث خلال افتتاح الشأن هو دعوة إلى الإرهاب طائفة أخبارنا في الشرق الأوسط الخبر هناك مقال تجدون تفاصيله والمقال بعنوان القاهرة قمة ثلاثية لبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الإقليمية والدولية ستجدون تفاصيل هذا المقال وبعدها مباشرة على أسفل هذه الصفحة بالإضافة إلى الطائفة الأخبار المغاربية وأخبار إفريقية ثم الشرق الأوسط والعالم مباشرة تجدون آخر النشرات التلفزية والإذاعية هناك زاوية أريد أن أطلع السادة المستمعين عليها على موقعنا هي خاصة بإنتاجات رقمية وهذه الإنتاجات الرقمية يقوم فريق عمل متكامل بإنتاجات مجموعة من البرامج الرقمية منها تغريدات الأسبوع ومنها أيضا زوم منها أيضا مختارات تقاريركم على هذه الصفحة ستجدون مجموعة من التفاصيل طبعا صوتا وصورة ويقوم هذا القسم بدرجة هذه الأخبار أولا بأول كما قلت تفاصيل أكثر وأخبار أخرى لا يتسع للحيز الزمني ولا المجال لسردها بأكملها لكن أدعوكم دائما في كل مرة إلى البدء بزيارة هذا الموقع الإخباري